السؤال اللي بعد كده بيقول في كفارة اليمين الصيام 3 ايام متتالية ولا متفرقة عادي؟ لا متفرقة عادي يعني مش عارف يعني ايه متفرقة عادي بس يعني سواء متواصلة او متفرقة لا مانع من ذلك لان المطلوب ان انت فقط ان انت ايه تصوم مش المطلوب منك ان انت تعمل ايه ان تكون هذه الايام ملها متتاليات كما في بعض الكفارات زي كفارة مثلا ان الشخص يجمع زوجته في رمضان لازم يصوم شهرين متتابعين ان الشخص يقتل حد قطأ او في القتل ان هو يصوم شهرين متتابعين لا الكفارة هنا اللي هي كفارة الحنث باليمين لا مش محتاج ان انت تصوم الايام متتابعات بل ممكن ان تصوم الايام متفرقة تصوم مثلا اتنين وخميس وتصوم معهم يوم تالت مفيش اشكال في ده